رأيي أنا جدا سعيدة وهذا شيء مفرح لكل مغربي أننا يعني ما ننسوش واحد المكون اللي كيكون الإرس ديانا والتقفة ديانا والداكرة ديانا والهوية ديانا نعرف أن هناك تاريخ الجزء من التاريخ المغربي هو جزء يهودي عنا تورات يهودي عنا تقافة عبرية واليوم وهذا شيء جميل ومهم أننا نذكره في المناهج الدراسية المغربية والمناهج الدراسية المغربية بهذا الإرث العبري ونقرر وليداتنا أن يعني أرى المغرب كان فيه واحد العيش المشترى كان تسامح باليهود والمسلمين والمغرب كان دائما فيه تعدد الديانات يعني كان الديانة اليهودي والديانة الإسلامية ومن المشاوليهود يعني أن المغربة بالخصوص الأجيال هذه الحاضرة ديال دابة الوليدات الصغار والشباب ما عندهم ولا فكرة أن المغرب ركن فيه واحد تواجد يهودي قوي جدا إذن المناهج المناهج الدراسية هي واحد الوسيلة هي من الوسائل مثل مثل وسائل إعلام تلفزار راديو لغيزو السوسيو الجرائد إلى غير ذلك مثل الكتب هذه هي من مثل المتاحف أيضا هذه يعني من المؤسسات والوسائل لكتعود أحياء واحد الماضي واحد ذاكرة واحد تاريخ ونذكروا الوليدات في المدرسة اليهودية أهمية مش غير الإرث اليهودي فقط ولا غير الإرث العبري يعني ما خسناش ننساو جميع روافد المكونات ديال الحاضرة والثقافة المغربية ودى الهوية والشخصية المغربية لأنها هي هوية متعددة يعني أنا نذكره ضروري نذكره نذكره بالرافد العبري وهذه مسؤولة مسؤولية اليوم ديالنا علاش لأن اليهود اللي غدي يتكلموا على هذا الرافد العبري ما بقاوش بزاف المغرب إذا نحنا ما كنشوفوش ريوسنا كمسلمين ولا كيهود نو إحنا مغاربة فقط وللحقيقة التاريخية أننا خسنون نذكره بالرافد الأمازيغو الرافد العبري وجميع الروافد لإغنات الحاضرة المغربية أول درس أنه من اللي كانت تكلموا له على التراث التقافي اليهودي المغربي على الرافد العبري كعرف أن المغرب اللي هو كمغربي رامشي هو بوحده في هذه البلاد كمسلم يعني أنا كينا هنا مغربية مسلمة ولكن غسن نعرف راما كين شغل مسلمين في هذه البلاد كين مغاربة من نوع آخر هما اليهود اللي عندهم تلتلاف عام من تواجد في هذه البلاد إذن كيتعلم أن كيني ناس أخرين أنكين واحد تقاسم واحد تشارك واحد العيش مشترك واحد أنه كنعلموه بدأك تكون أول خطوة في قبول آخر سادق داك سبتيلوط في قبول آخر وفي التحاور مع الآخر وأنك تمشي عند الآخر وأنه شيء جامل أنك تكتشف نفسك ولكن تكتشف أيضا إرت وتقافة الآخر اللي هو يهودي في المجتمع المغربي كيكون عنده واحد نوع من الانفتاح كان خلقه عنده واحد نوع من الانفتاح ما كيبقاش أنه مغلوق عرع غرع لا راسه على نفسه كيشوف أنه راكين آخر هي خطوة هي يعني واحد المبادرة تساهم وتشارك في صيانة الإرت والثقافة اليهودية للمغرب لأنك من يتعرف الولدات والأطفال والشاباب والطلبة بأننا راك التقافة المغربية أو الحضارة المغربية فيها مجموعة مكونات من ضمنها المكون العبري أنهم حتى هما من البعد سيساهموا ويبدوا يهتموا بهذا الإرت ويساهموا في صيانته لأن المعرفة دياله هو شكل من أشكال صيانة دياله وهذه خطوة جبارة وخطوة عملاقة ويعني خطوة نستفدو منها في عملية تعميم تدريس كل الروافد المكونة للهوية التقافية المتعددة للمغربة أننا نبدأ أولا في تدريسها في المناهج الدراسية في المدارس المغربية وأيضا خلق متاحف مختصة ومتخصصة في هذه التعددية في الإرت لأنها كلها من الوسائل التي تساهم أننا تجعل المغربة يكونوا فخورين بالهوية التقافية المتعددة لهم